وتبذل الدولة جهود متواصلة لحماية ودعم المصريين بالخارج خاصة خلال التعامل مع أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران العالمية بين بعض الدول في الأونة الأخيرة اتخذت الدولة إجراءات استباقية لدعم الراغبين في العودة إلى أرض الوطن لا تألو الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدا في الحفاظ وصون كرامة أبنائها المصريين بالخارج باعتبارهم سفراء مصر والوجهة المشرقة لبلدهم فمنذ ظهور فيروس كورونا انتفضت أجهزة الدولة وكان قرار رئيس السيسي بسرعة إنشاء غرفة عمليات برئاسة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وعلى نفقة الدولة مهما تكلف الأمر وخلال أيام معدودة استطاعت الدولة إعادة المواطنين المصريين بالتنسيق مع جميع الدول رغم غلق الحدود بسبب الجائحة وتوقف حركة الطيران تحرير 23 مصريا من ليبيا العام الماضي خير دليل على ضمان أمن وسلامة المصريين أينما كانوا فبعد 24 ساعة من احتجازهم نجحت الأجهزة المعنية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة هؤلاء الشباب إلى أرض الوطن حاملين رسالة مفادوها أن لمصر درعا وسيفا جهود حثيثة ومكثفة بذلتها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي للإفراج عن الصيادين المصريين الذين تقطعت بهم السبل في البحر فبفضل هذه الجهود استطاعت الدولة الإفراج عن المئة من المصريين وإعادتهم إلى أرض الوطن بطائرات خاصة بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة ورغم الظروف الصعبة والطريقة في أفغانستان سخرت الدولة كل الإمكانيات لإعادة المواطنين المصريين بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤول السفارة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي واستطاعت إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام مشهد عودة المصريين من أفغانستان وهم في أرض الوطن يعكس ما وصلت له الدولة من قدرات ويؤكد أن الإنسان المصري والحفاظ على أمنه وكرمته أولوية أولى لدى القيادة السياسية